السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاة حامد وفي هذا الفيديو رح نتكلم عن أهم عشر ميزات في أندرويد عشرة الجديد اللي الآن أصبح متوفر لكل أجهزة جوجل بيكسل وقريبا جدا على أجهزة وون بلس ونوكيا لكن باقي الأجهزة رح تطول شوي بالعادة مثال سامسونج وهواوي وغيرها لأنه في إضافات أخرى فوق الواجهة لكن بدون أية أخير خلينا نبلش أول نقطة رح نتكلم عنها في هذا الفيديو بتخص أزرار التحكم بالجهاز نفسه والنوفيكيشنز للآن لما تروح إلى الإعدادات وتنزل إلى النظام ومن ثم إلى الإيماءات في عندك خيار لما تدخل إلى التنقل داخل النظام لعودة إلى إما أسلوب الثلاث أزرار الاعتيادي اللي هو الشيء اللي موجود على أجهزة البيكسل سابقا أو على أجهزة البيكسل حاليا اللي هو الشحطة الواحدة اللي بتكون بالنص مع زر الباك أو فيه إن الآن شيء جديد لإسمه التنقل بالإيماءات واللي هو شيء مشابه جدا جدا إلى الفكرة اللي منتلاقيها على أجهزة مثل أجهزة وان بلس بحيث أنه الآن أصبح لما تسحب من الأسفل هذا هو زر الهوم الرئيسي تاعك ولما تسحب من على اليمين أو على يسار الشاشة كلاهم هو زر باك أو رجوع خطوة إلى الخلف وإذا بتسحب من الأسفل وبتظل داعس في المنتصف مباشرة بيطلع لك آخر التطبيقات اللي بتقدر تبدل ما بينهم كريسنت أبس أما زر أو حركة أنك تضغط مطولا على الهوم لتفتح اللي هو المساعد اللي أنت بتكون مثبته على الجهاز سواء جوجل أسستنت أو غيره أصبحت الآن من الزاوية فهذا الأمر اختلاف بسيط بحيث أنه عندك الزاويتين لتحت كلاهم بإمكانك أنك تفعل عليهم هذا الشيء بإمكانك أنك تتحكم بمدى حساسية الحركة هذه نفسها بحيث أنه بعض التطبيقات لما تسحب من على الجنب يكون فيها مبني منها وفيها حركات معينة وأمر معينة فهذا الشيء بإمكانه أنه يعرف لك أو يزيد لك من حساسية الطريقة الضغط والسحب من على الجنب فتقدر تعليها أو تخفضها لكن بشكل عام حركة لطيفة جدا أنهم ألغوا مسألة أنك أنت مجبور فقط بخيار واحد وفي عندك الخيار بين عدة أمور أما بالنسبة للخيار الثاني فالآن أصبح مباشرة لما تروح إلى الإعدادات وإلى الشاشة في عندك خيار أنك تفعل المظهر الداكن مباشرة اللي هو الدارك مود اللي بيأثر على كامل النظام من ناحية القائمة الإعدادات من ناحية نوتيفيكيشنز بالأعلى وصار بإمكانك حتى أنك تضيفها كاختصار بالنوتيفيكيشنز لتبدل ما بين وضعية الدارك مود أو الوضعية العادية والدارك مود على هذا الجهاز هو أسود بالكامل أسود بحت وليس رمادي غامق بحيث أن هذا الأمر راح يكون ممتاز جداً للأجهزة اللي شاشاتها من نوع أموليد انتقالاً للميزة الثالثة واللي هي شيء بيتعلق بالتنبيهات والإشعارات بحيث أنه مسبقاً كان في عندك الخيار أنك تعمل سنوز أو أنك تعمل تأجيل لنفس الإشعار اللي بيجيك على أساس أنه يرجع يذكرك فيه بعد فترة هذا الخيار الآن بطل موجود بل صار في عندك إحدى خيارين إما أنه هذا التطبيق ما يطلع لك صوت أو هذا المصدر اللي بيطلع التنبيهات هذه يصير ما يطلع صوت أو أنه مباشرة يطلع صوت فبيصير وكأنك عامل سايلنس فقط لهذا التطبيق وليس ليغيره فهذا الأمر بتقدر أنك تعمله للتطبيقات المزعجة أو اللي بيطلع لك تنبيهات بشكل متكرر رابع نقطة في هذا الفيديو بتتعلق بتطبيق الكاميرا لأنه الآن لما تدخل عليه مباشرة راح تلاحظ أنه خيار صورة الليل أو التصوير الليلي أصبحت موجودة من ضمن القائمة الرئيسية نفسها وليست شيء لازم تروح إلى الكاميرا ومن ثم تفتح إلى المزيد وتحاول أنك تدور على وين بالضبط اللي هي التصوير الليلي بل أصبحت جزء من القائمة الرئيسية نفسها الأمر اللي بيسهل استخدامها والوصول لإلها بسرعة الأمر الخامس على هذه القائمة هو شيء يخص كلمات السر الخاصة بشبكات الواي فاي فلما تروح الآن إلى الإعدادات ثم الشبكات والإنترنت ومن ثم إلى الواي فاي بيصير بإمكانك إما أنك تضيف شبكة جديدة مباشرة من خلال مسح QR كود اللي بعرف الجهاز على اسم شبكة الواي فاي وكلمة السر وبدخلك مباشرة عليها دون الحاجة لأنك تقعد تكتب وتتأكد مليون بالمئة أنه كلمة السر صحيحة ولا لا وهذا الخيار تقدر أيضا أنك تشارك الواي فاي باسوردز اللي موجودين على جهازك مع ناس آخرين فلو أنت متصل مع شبكة واي فاي وبدأك تشاركها مع شبكة صديق ثاني مباشرة بتدخل على شبكة الواي فاي اللي أنت شابك عليها وبتضغط على مشاركة فمباشرة بيطلع لك اللي هي أولا توثيق لأنه أنت أكيد المستعمل لهذا الجهاز من شخص آخر بيحاول أن يسر كلمة السر ومن ثم بيطلع لك اللي هي كلمة أو الصورة تاعت الكيو آر كود اللي بيإمكانك حاليا أنك تستعملها على أجهزة بغض النظر شو كانت ولكن هاي أورادي مفاعلة ومضافة من قبل بعض المصنعين الصينيين أمثال شاومي وهواوي لكنها الآن أصبح جزء رسمي من نظام أندرويد النقطة التالية هي شي بيتعلق بالسكرينشوتس ومشاركة لقطات الشاشة فالآن لما تيجي تلتقط أي شي بيكون موجود أمامك على الشاشة من خلال الضغط على الزر الباور والزر اللي تحت برح يكون في عندك الخيار أنك مباشرة لما تروح تعرض وتفتح هذا الشيء باستخدام التطبيق الخاص فيك لما تضغط على مشاركة أصبح الآن عندك الخيار أنك مش بس تبعت الصورة اللي أنت التقطها في هاي اللحظة بل بإمكانك أنك تبدل وتروح إلى اليمين علشان تشوف إيش في كمان صور أنت بإمكانك أنك تلتقطهم فبدأوا بطلع لك كل الأمور اللي موجودة على سبيل المثال بصفحة السكرينشوت إذا كنت في تطبيق الكاميرا راح يطلع لك كل الصور لألتقطهم وصير بإمكانك أنك تشاركهم بشكل مبسط وسريع أما بالنسبة للميزة التالية فهي مجموعة من ميزات بالأحرى ليست ميزة واحدة فالآن لما تروح إلى الإعدادات وتروح إلى الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية في عندك عدة أمور حابني أتكلم عنها هون أولها وشيء اسمه وضع التركيز ووضع التركيز أو الفوكس مود بالإنجليزي اللي هو عوضعية بإمكانك أنك تحدد مجموعة من التطبيقات اللي لما أنت تدخل والله مثلاً حاب أنك تستعمل جهازك لشيء بخص العمل أو بدك تركز على شيء معين بإمكانك أنك تلغي تفعيل أو إمكانية تشغيل أي تطبيقات أنت ما بدك إياها وبتحسك دايماً لأنه هذا التطبيق اللي بتدخل عليه خمس دقايق وبتلاقي حالك ضيعت فيه ثلاث ساعات فبتقدر أنك تفصل كل هاي الأمور منها تشتغل لما تكون بدك تستعمل الجهاز لشيء مهم فهذا الشيء رح يثبت كل التطبيقات والإشعارات الخاصة بهاي الأمور اللي أنت بتختارها فإذا ما بدك تطبيقات تواصل اجتماعي أو تطبيقات الألعاب أو تطبيقات معينة بتقدر أنك تختارها كلها من هون أما ثاني شيء أيضاً في نفس الخيار أو بنفس القائمة تعترفها هي رقمية وأدوات الرقابة الأبوية اللي هي جزء ثاني من الاسم أدوات الرقابة الأبوية فالآن أصبح جزء من نفس نظام أندرويد أنك لما تروح إلى الإعدادات وتنزل إلى الأسفل في عندك خيار إعداد الرقابة الأبوية لما تدخل على هذا الشيء وتروح عندك الخيار أنك إما تعد الجهاز كأبه أو يعني كبيرنت أو كالطفل نفسه جوال الطفل بحد ذاته فلما تدخل عليه وتختار الأب على سبيل المثال بتصير أنت مشرف على الجهاز الثاني ومن ثم بوديك إلى رابط لتطبيق الفاميلي لينك الخاص بجوجل اللي بسمح لك أنك تعمل كثير من الأمور فعندك القدرة أنك توافق على إيش التطبيقات لهذا الطفل قاعب بستعملها أو مستخدم الجهاز نفسه أنك تشوف إيش التطبيقات النشطة وشو التطبيقات اللي قاعب بستعملها أكثر شيء وهذا الشيء على مستوى النظام فما بيقدر أنه يخفي عنك أنه والله بيستعمل فيسبوك عدة ساعات أو بيستعمل بوب جي أو فورتنايت لساعات معينة وأيضا عندك القدرة أنك تشوف إيش في خيارات والله ناس ثانين أو أخصائين في جوجل مقترحينها أنك تثبتها على تطبيق طفلك وأيضا تحدد كم المدة الزمنية لمسموح لإله أنه يستعملها سواء على الجوال بشكل كامل أو على تطبيق معين وتغير هذه المدة من يوم إلى يوم فأيام نهاية الأسبوع بتقدر أنك تعطي الطفل ساعتين إلى ثلاث ساعات زيادة أو مثلا خلال أيام الدوام العادية بتقدر تعطيه ساعتين فقط في اليوم أنه يستعمل الجهاز فعندك قدرة أنك تتحكم بكثير من الأمور وحتى تغلق الجهاز نفسه إذا ما بدك الطفل يستعمله وتقوم بتتبع موقع الجهاز نفسه الخاص بهذا الطفل علشان تشوف مباشرة هو وين وبتقدر أنك تعمل هذا الأمر مش بس لطفل واحد بل للعائلة كاملة واللي هو أمر رهيب جدا لحد هون كل هاي الميزات شغالة مئة بالمئة وما في عليها أي مشاكل من خلال تجربتي لمدة 24 ساعة مع كل هاي التطبيقات لكن في مجموعة من الميزات الجديدة اللي لحد الآن لا تزال لسه من أول موجة من التطبيق أو من التحديث الرسمي لأندرويد عشرة لا تعمل بشكل جيد أو لا تعمل نهائيا وإحدى هاي الأمور هي شيء اسمه Live Caption Support أو اللي هي القيام بعرض الترجمة لأي نص بيكون أو أي كلام بنحكى على التليفون فلما تروح إلى قسم الإعدادات ومن ثم إلى سهولة الاستخدام وتنزل إلى الأسفل الخيار اسمه غريب شوي بحيث أنه اسمه الإعدادات المفضلة للشرح هذا الشيء لما تفعله المفروض أنه يغطي كل اللغات الرائجة تقريبا فحتى اللغة العربية المفروض أنها مدعومة واللغة الإنجليزية وكل ذلك لكن الفكرة من هذا الموضوع أنك لما تفعل هذا الخيار بيصير بإمكانك أنك لما تسمع Voice Note على WhatsApp أو على Facebook أو لما تكون قاعد تتفرج على فيديو على يوتيوب نفس الجهاز رح يطلع لك ترجمة بالأسفل لإيش النص اللي بنحكها ليست ترجمة من لغة إلى لغة بل تفسير لإيش النص اللي قاعد بنحكها هذا الأمر رح يكون جدا خرافي إذا كنت إما شخص عندك مشكلة بالسمع أو إذا كنت في بيئة صاخبة ومش قادر أنك تسمع نهائيا إيش بيصير حواليك بدك تحط الجوال وتسكر على ذانك وتقعد ساعة وأنت تحاول تستكشف والله إيش اللي قاعد بنحكيه الجوال نفسه بيقدر أنه يطول النص من الحكي ويحطه على شاشة الجوال لكن حاليا هذا الأمر مش شغال أمر آخر أيضا مش شغال هو خيار مدفون داخل الجهاز فأنت عشان تقدر توصله أصلا بحاجة أنك تروح إلى الإعدادات تروح إلى النظام وتفعل وضعية اللي هي developer mode أو وضعية المطور ومن ثم تروح إلى خيارات مطور البرنامج نفسها من هناك بدك تدور على شيء اسمه تفعيل النوافذ الحرة لما تفعل هذا الخيار رح يصير بإمكانك المفروض أنك تقوم بتشغيل تطبيقات وهي طافية على سطح المكتب وتنقلها فبتقدر تفتح أربع خمس تطبيقات وتخليهم floating شيء سامسونج بتسويه من فترة ولكن على أندرويد عشرة أصبح جزء من النظام لكنه لا يعمل بحيث أنه كل شيء جربته عليه واجهة نظام مباشرة عملت restart وما اشتغلت لكن أمر آخر أيضا جديد وجزء من النظام وأيضا لا يعمل ألا وهو وضعية الديسكتوب مود أو وضعية سطح المكتب اللي المفروض أنه لما تشبك الجوال الآن على أي شاشة يعطيك وضعية شبيهة بالديسكتوب فبيصير الجوال عبارة عن فقرة وبيمكانك أنك تتصفح جهازك نفسه على الشاشة الثانوية لكن هذا الأمر أنا جربته باستخدام كابل تايب سي لديس بلي بورت وتايب سي لـ HDMI وكلاهم ما اشتغل يمكن الموضوع بيشتغل على شاشات التايب سي لتايب سي لكن ما عندي صدقا أي شاشة تايب سي لتايب سي عشان أجرب هذا الموضوع عليها أمر آخر أيضا راح تلاقيه في خيارات المطورين على أندرويد عشرة هو تفعيل إمكانية البابلز أو الفقاعات اللي هي بكل بساطة نفس فكرة إشعارات فيسبوك لكن للمسنجر اللي بتكون عبارة عن دائرة على الطرف تضغط عليها مباشرة بتعطيك نافذة فوق سطح المكتب وفوق التطبيق اللي أنت فاتحه لا تتفاعل معاها سواء ترد على نص أو على شات أو شيء زي هيك لكن هذا الشيء لسه مش محدد على شو التطبيقات اللي بتدعمه ولا حاليا في أي شيء شفته على الجوال خلال آخر 24 ساعة بيدعمه بشكل رسمي فهذه بعض الميزات أنا بعرف حكيت عشرة ولكن صرت حكي أكثر بس هاي بعض الميزات اللي بيمكانك أنك تلاقيها في الإعدادات وفي الجهاز نفسه لأول وهلة في مجموعة من الأمور الجديدة اللي أصبح جزء مبني من نفس النظام اللي ما بتقدر أنك تشوفها بشكل أولي أو بشكل سريع مثل مسألة أنه الآن أصبح في عندك سمارت ريبلايز أفضل مبنية من نفس النظام أنه يقدر يحلل إيش النص اللي موجود بالرسالة ويقترح عليك إيش ترد على الشخص اللي قاعد بيبعت لك أصبح الآن عندك قدرة التطبيقات على أنها تستوعب أو تقدر توصل لمعلومة قديش حرارة الجهاز وبناء عليه أو حرارة المعالج بالتحديد وبناء عليه تقوم بالتعديل على وضعية الجهاز فلو كنت في جيم على فترة طويلة والجهاز حمي حمي زيادة على زوم الجهاز نفسه رح يقدر أو التطبيق نفسه إذا تم تحديثه لدعم هذا الموضوع أنه يقدر يخفض من عدد الفريمات من الكواليتي تاعة الجرافيكس من أمور معينة بالجهاز نفسه أيضا التطبيقات صار بإمكانها الآن أنها تتواصل مع أمور مثلا أنها تطلع قائمة إعدادات بتخص الواي فاي أو النتورك أو أي شيء في الجهاز كبوب أب على أساس أنك تعدل على شيء معين في نفس الواجهة دون الخروج من التطبيق أيضا أصبح بإمكانك أنك تختار خيارات أو تحدد البروميشنز أو إيش القيود اللي موجودة على كل التطبيقات فقط أثناء استعمالك لهذا التطبيق فبتقدر تسمح لتطبيق معين أنه يوصل لمعلومة أنت وين أو وين موقع جي بي أس تاعك فقط أثناء استعمالك للتطبيق لما تسكره ممنوع أنه يصيب هذا الشيء وهذه المعلومة واللي هو أمر خرافي أصبح الآن أيضا عندك القدرة على تطبيقات مثل المتصفح الملفات أنك تقدر تعطي صلاحيات لأشياء وأشياء لا فبيقدر على سبيل المثال أنه ما يشوف إيش فيه بفولدر الواتساب نهائيا أو ما يشوف إيش فيه جوا فولدر الداونلودز على سبيل المثال ولكن في نفس الوقت عنده صلاحية أنه يوصل لكل شيء ثاني واللي هو أمر خرافي جدا ففي كثير من التحديثات المبنية تحت الهد بيسموها أو داخل النظام نفسه ولكن هاي المسألة رح تحسها أكثر لما تستعمل الجهاز وتشوف قدش أصبحت الأمور سلسة وأسرع بشكل عام صدقا بالنسبة إلي على جهاز 4 جيجا رام شايف نظام طيارة صراحة فما بالكم لما يصير على أمور تملك 8 و 12 و 16 جيجا بايت رام الله أعلم هذا أمر ما نشوفه بالمستقبل القريم إن شاء الله تكونوا سفتوا استمتعتوا هذا كان كل شيء للفيديو كان معكم صلاح حامد في أمان الله